مؤهلات الفنانين والمطربين الدراسية لن تصدقها أمو كلسوم وعمر دياب وسعاد حسني وشرين رضا مفاجأة منهم دكتوراه وأطباء وحفظة قرآن كريم ودبلومات وابتدائي ومنهم من لا يقرأ ولا يكتب الفيديو ده هتشوفوا فيه مفاجآت هتتصدموا حقيقي من مؤهلات الفنانين اللي كلنا حبناهم ومتعلقين بالفن اللي بيقدموه مؤهلات الفنانين والمطربين الدراسية في مصر والوطن العربي من محول أمية ودبلوم وسنوية عامة إلى كليات طبية وماجستير ودكتوراه بعضهم بالسبب الظروف لم يحصل على أي مؤهل دراسي ولم يقرأ أو يكتب كافح وبدأ من نقطة السفر وتهف شوارع المحروسة حتى وصل إلى العالمية وبعضهم ولد في فم معلقة من زهب ودرس في جامعات مرموقة زي الجامعة الأمريكية ومنهم من حفظوا القرآن الكريم زي المطرب محمد عبد المطلب والمطرب متحد صالح ومن خلال الفيديو ده هنرصد لحضراتكم فنانين كتير جدا وهنتكلم عن مؤهلاتهم ومعلومات ربما لأول مرة هتسمعوها من خلال الفيديو ده في البداية ما تنساش صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تشترك في القناة وتعلق على الفيديو ده علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس جامعة القاهرة وعين شمس بتتصدر مؤهلات الفنانين والمطربين الدراسية منهم الطب والهندسة وطب الأسنان جاءت كليات التجارة والأداب والحقوق والشرطة والحربية والإعلام والزراعة التي كانت معمل لتخريع بقرة الفن وعلى رأسهم الفنان القدير الزعيم عادل إمام وتصدرت جامعة القاهرة وجامعة أنشامس ومعهد السينما والمفاجأة في مؤهل الفنانة سعاد حسني ولهضب عمر دياب وكمان محمد الشرنوبي ومكلسوم بينما تخرج بعض الفنانين والمطربين من الجامعة الأمريكية أول حاجة الفنانين اللي تخرجوا من كلية الشرطة والكلية الحربية أبرسهم الفنان صلاحز الفقار وأحمد مزهر مؤهلات الفنانين والمطربين الدراسية تخرج بعضهم من كلية الشرطة زي صلاحز الفقار وطارق علام وأكرم حسني وأحمد السقى دخل الكلية بناء على رغبة والده ثم التحق بمعهد التمثيل وسامير غانم درس عامين بها وشريف حافظ مؤهلات الفنانين والمطربين الدراسية ومنهم من تخرج من الكلية الحربية زي الفارس المحترم الفنان أحمد مزهر والفنان محمود قبيل والفنان إهاب نافع والفنان سيد زيان أما بقى الفنانين اللي اتخرجوا من الجامعة الأمريكية اللي تولدوا وفبقوهم معلقة من دهب مؤهلات الفنانين والمطربين الدراسية دول زي الفنان أو المطرب شام عباس والفنان محمود العسيلي ويسرى اللوزي وإنجي وجدان وإنجي علاء وأنشكة وأمينة خليل وأحمد خالد صالح وأسر يسين وخالد أبو النجا وعم رواكد وعيدة الأيوبي وكريم آسم ولبنة عبد العزيز وملك أورة ومي عمر ومحمد سامي ومي نور الشريف ومحمد إمام وإنجي علي ورهام سعيد وجهان فاضل أما بقى اللي تخرجوا من كليات قمة طبعا زي كليات الطب منهم طبعا الدكتور يحيى الفخراني والدكتور عزة أبو عوف والدكتورة صهر السايغ والفنان فؤاد خليل والفنان كريم فؤاد أو كريم فهمي والفنان محمد كريم والفنان سامير الملة كلية الزراعة على قمة هذه الكليات لإنه تخرج منها نجوم كبار جدا وحقيقي هتمبهر من المعلومة اللي هتسمحها دلوقتي مؤهلات الفنانين والمطربين الدراسية وتخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة أبرز الفنانين وأشهرهم وعلى قمتهم الفنان الكبير ما اتطاعوا الله بالصحة الفنان عادي الإمام وصلاح السعدني عليه رحمة الله ومحمود عبد العزيز وسامير غانم ودلال عبد العزيز ربنا يرحمهم جميعا كل الفنانين دي تخرجوا من كلية الزراعة أما بقى كلية الحقوق كان في مؤدمة الفنانين أو الفنانات اللي تخرجوا من كلية الحقوق كان زبيدة سروت والفنان جميل راتب من كلية الحقوق تخرج الفنان القدير جميل راتب وحسن كامي وهند صبري وعبير صبري ومصطفى خاطر وحمدي المرغاني ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور ومحمود يسين والفنان جلال الشرقاوي وخالد صالح وزبيدة سروت وشريهان وشرين سيف النصر وفؤاد المهندس أما بقى كلية التجارة فهي بتتصدر كل الكليات دي بسبب طبعا النجوم الكبار اللي تخرجوا من كلية التجارة زي الفنانة بوسي ونور الدمرداش ومحمود حميدة وليلة علوي وصافية العمري وسمية الخشاب وصلاح عبد الله ونشوى مصطفى وأحمد آدم ومصطفى أمر وانتصار وصالح سليم وعلا ولي الدين ومحمد نجاتي وريهام عبد الرقافور ونرمين الفئي وغادة عادل أما بقى معهد البليه فكان اللي تخرجوا من المعهد ده هي الفنانة حنان ونيلي وشرين وصحر رامي تخرج من المعهد ده الفنانة المعتزلة حنان تورك ونيلي كريم وشرين وصحر رامي وشقيقتها علا رامي أما الفنانين أو الفنانات اللي بدون مؤهل عالي وما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا وصفر شهادات وتعلموا في مدرسة الحياة منهم طبعا الفنان عمر دياب لم يحصل على شهادة جامعية عمر دياب كان معه دبلوم فني تجاري وأحمد رمزي تم فصله من كلية التجارة وأحمد رزق أيضا تم فصله من كلية المعهد العالي للفنون المصرحية أما كوكب الشرق مكلسوم كتاب القرية وحالة شيحة فصلت من المعهد العالي للفنون ورجدي أبوزة ترك الجامعة وعبد السلام النابولسي ترك الأزهر وعمر الشريف مدرسة فكتوريا وسعاية حسني لم تحصل على أي شهادة وتعلمة القراءة والكتابة بعد دخولها مجال الفن أما الفنان محمد لطفي معه دبلوم صناعة ومونة شلبي فصلت من المعهد العالي للفنون المصرحية ويسرى سنوية عامة وهني السلامة معهد كمبيوتر وياسمين عبد العزيز مدر أكاديمي وناهيد شريف لم تستكمل دراستها السنوية ومحمد عبد المطلب كتاب القرية وحفظ القرآن الكريم كاملا أما فيروز هي مدرسة الراهبات في لندن علا غانم تركت الدراسة الجامعية مرتين اسماعيل ياسين لم يستكمل الابتدائية وساميرا أحمد ونجلاء فتحي لم تستكمل تعلمها وهياتم اعدادية وشرين رضا صنوية عامة ومحمد فؤاد دبلوم صناعة وحصل على الدبلوم والصنوية العامة فقط كل من عمر الشريف وعماد حمدي ومجدة ومحمد لطفي ومحمود المليجي ومريم فخر الدين